السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو هذا ان شاء الله راح نكمل فيه ما بدأنا من اوامر التحكم control statement وبالخصوص ال f statement المرة اللي فاتت تكلمنا عنها وكيف ان هي من الاوامر القوية جدا التي تعطي خيار للحاسوب باختيار هذا الجزء اللي هو اول امر يتبع الشرط اذا تحقق الشرط راح ينفذ اذا ما تحقق الشرط راح يخطر اول امر او مجموعة اوامر الى ما بعدها ورأينا كيف يمكن ان نربط لوحة بينه مثلا ان يكونون الاثنين هذين مع بعض نربطهم في اقواس معكوفة بالشكل هذا ونضع هذا داخل الاقواس المعكوفة بالشكل هذا يكون الجملتين مربوطين في الشرط هذا اذا تحقق او ما تحقق اليوم ان شاء الله راح نتكلم عن ال if else وهي خريطتها موجودة بالشكل هذا فعندنا condition هذا اللي بين القوسين اذا تحقق ال if it was true يعني كانت ال x اكبر من الصفر راح ينفذ ال if code اللي هو جواب الشرط بالحالة هذه هو اول جملة او مجموعة جمل مربوطة بقواس تتبع الشرط وفي حالتنا السطرين هذين وبعدين نلاحظ في else اهني فمعناته اذا حطيت اهني else نلاحظ لانها كلمة مفتاحية قمجها كتبها بالغامج يعني معرفها else راح يكون في code اخر يتنفذ في حال اذا كان الشرط ما تحقق فايشي بين الاقواس هذي راح راح يتنفذ في حال ادم تحقق الشرط وايشي بين الاقواس هذي في حال تحقق الشرط فرح نكتب هنا مثلا see out this is a this is a negative number ماشي ننفذ ونشوف النتيجة نسينا كالعادة الفاصلة المنقوطة شكرا يا compiler compile and run فنلاحظ enter a number دخلت خمسة عطاني this is a positive number thank you for using my program هذي بالضبط هي جواب الشرط لانا تحقق الخمسة هي المدخلة if خمسة اكبر من او يساوي صفر نعم اكبر من او تساوي صفر فرح ينفذ جملة ال if code جواب الشرط في حال تحقق بنفذ هالثنين مع بعض نسوي execute مرة ثانية وندخل قيمة سالبة ناقص 6 مثلا اعطاني this is a negative number وبدون thank you ولا ايش من هذا الكلام ليش لان thank you مربوطة مع الحالة لم يكون الشرط متحقق ربطناها فوق بما ان هذه جملة واحدة اذا ما يفرق لو حطينا الاقواس او شلناهم لان الاقواس تربط اكثر من جملة واذا كانت جملة واحدة في الحقيقة لو شلنا الاقواس هذي رح تعطينا النفس النتيجة نجرب مرة ثانية لو سوينا صفر توقعوا انش رح يطلع تحقق الشرط this is a positive number ولو ان الصفر ولو ان الصفر لاه positive ولوه negative لكن لان احنا حاطين اكبر من او يساوي فلو شلنا اليساوي اذا ما رح تتحقق في اكبر من لكن هني رح تنزل الصفر انما تحقق فرح ينفذ الجملة اللي بعدها فرح يعني لو حطينا صفر رح يقول this is a negative number فهذا خطأ فشلون ممكن نعالج المشكلة شلون ممكن نعالج المشكلة الصفر ما هو موجب وما هو سالب لو حطيتي ساوي حطها هني لو شلتها نفذها هني انا ابي نوقف الفيديو ونحاول انحلها ونشوف الاجابة بالفيديو القادم